اليورو بعد طرح فكرة داكسيت في ألمانيا وهل فعلا يمكن أكبر اقتصاد في أوروبا أن يغادر الاتحاد الأوروبي في البداية نشير إلى أنه بحسب حزب البديل من أجل ألمانيا هو الذي كان وراء فكرة طرح مغادرة ألمانيا للاتحاد الأوروبي وذلك بسبب التحديات الاقتصادية التي واجهتها الدولة منذ بداية جائحة كورونا في هذا الإطار نشير أنه على وقع طرح هذه الفكرة لحسب مؤسسة TNS يبدو أنها لقيت صدى من قبل المواطنين الألمانيين 26% من المواطنين أيدوا فكرة قيام استطلاع حول طرح فكرة داكسيت في ألمانيا وفي هذا الإطار إذا نظرنا إلى استثمارات ألمانيا تحديدا في الاتحاد الأوروبي نلاحظ أنها تمثل أكثر من خمس ميزانية الاستثمارات المباشرة وهذا طبعا يمكن أن يؤثر بشكل كبير اليوم على الدول الأعضاء الأخرى في الاتحاد الأوروبي القيمة المقدرة لهذه الاستثمارات عند 143 مليار يورو ومن الدول الأكثر تضررا يمكن أن تكون أكثر تضررا من هذا القرار هي بولندا نذكر أنه طلقت 16.6 مليار يورو في عام 2022 من هذه الاستثمارات أكثر مما ساهمت في ميزانية الاتحاد الأوروبي ولكن في المقابل نذكر أن ألمانيا تعتمد على الاتحاد الأوروبي في ثلثي وارداتها من السلع القيمة الإجمالية 739 مليار يورو وبالتالي أيضا يمكن أن تتضرر من قرار داكسيت كما حصل مع بريطانيا بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي مكبدها خسائر في اقتصادها أيضا إذا نظرنا اليوم إلى اقتصاد ألمانيا نلاحظ أنه انكمشى 13 نقطة المئوية في العام 2023 وبسبب طبعا تراجع الانتاج الصناعي إذا نظرنا إلى الانتاج الصناعي نلاحظ أنه انخفض 2% بسبب انخفاض الانتاج في قطاع امدادات الطاقة بشكل محدد وأيضا بالنسبة لصادرات ألمانيا نذكر أنها تراجعت حوالي 1.2% بالعام الماضي وهذا يعتبر أيضا تراجع حاد لصادراتها إذا ألقينا أيضا نظرة على معدل التضخم نلاحظ أنه بلغ في يناير من العام 2024 2.8% مازال بعيدا عن المستهدف وهو 2% وإذن ذلك أيضا نستهدفع السعار الخدمات بوطيرة أسرع من الأشهر السابقة وعلى وقع كل هذه التحديات اليوم التي تعاني منها ألمانيا نسبة الأشخاص المهددين بالفقر ستبلغ 14% بحسب بيانات الاتحاد الأوروبي وأيضا 7.5 مليون ألماني يمكن أن ينتقلوا إلى الوظائف الصغيرة في ألمانيا وبالتالي يبقى السؤال هل فعلا يمكن أن نشهد خروج ألمانيا من الاتحاد الأوروبي في السنوات المقبلة؟ ترجمة نانسي قنقر